سلام عليكم. سلام عليكم شباب معاكم محمد صطفى. في الفيديو ده هكلمكم عن آآ كل مشاكلهم كل خصائصهم وكمان جرعتهم. هدي كل حاجة محتاجين تعرفوها عن بشكل مختصر ان شاء الله. آآ زائد ان ده هيكون اول جزء ان شاء الله هيكون فيه جزء كمان. لان كتار جدا فمش عارف اعمل لهم آآ او اشرحهم في فيديو واحد فان شاء الله آآ فيه كمان فيديوهين اظن هيكونوا موتحين عن عن هنشرح كل حاجة عن البتايد. آآ مكشور انك تتفرج للاخر يعني علشان هبقى سايب الحاجات الحلوة في الاخر. آآ. اوكي رجالة خليها بنبدأ باول واقوى ببتايد معانا وهو البي بي مية سبعة وخمسين وهو اختصارا لبادي بروتيكشن آآ مية سبعة وخمسين البيبتايد ده جسمك بينتجه بشكل طبيعي ووظيفة البيبتايد ده انه بيعمل استشفاء لخلايا كتير جدا في جسمك لو حصل لها ضرر طبعا آآ زي الكسور زي الجروح وزي الحروق وزي تلف العضلات كمان بيعالج الاوتار والمفاصل اللي حصل لها مضرر باي شكل. البيبتايد ده بيستخدمه البادي بيلدرز واي حد بيلعب اي رياضة ممكن تكون آآ هتتعمل له اصابة او اي حد حصل له اصابة في اي مكان. مش لازم حتى هيكون رياضة. من الابحاس اللي اتعملت على ناس مصابين اكدت ان الاصابات اللي عندهم اللي كانت مفروض تاخد من عشرة لاتناشر اسبوع لشان يحصل آآ وتعافي واستشفاء. البيبتايد ده قدر يقلص يقلص الفترة الزمنية دي لتلات اسابيع بس. طبعا الافضل انك تستخدم البيبتايد ده بعد ما الاصابة تحصل على طول. ولكنه برضو في الابحاس والتجارب اللي حصلت قدر يشفي اصابات حصلت من سنين كتيرة وبعيدة فاتت. البيبسي ده متاح في امبولات وكمان في سائل الشرب. في تجارب اتعملت على الحيونات. المركب ده قدر يشفي حيونات تعرضت لتلف في الرئة من استنشاق غازات مسمومة. كمان قدر يحمي الكبد من انه يحصل له تسمم باي شكل كان. وفي تجارب على البشر ده قدر يشفي اصابات كتيرة من كسور لجروح لتلف. انها طبعا اصابات الريو تويتر كف اللي بتحصل في الكتف واصابات الاكيليستندون اللي بتحصل في الانكل. طريقة عمل البيبتايد ده لسه مش واضحة للعلمة ومش مفهومة بشكل كويس. ولكن واحدة من الطرق اللي العلم قدر يوصل لها. ولكن جزء من طبيعة البيبتايد ده انه بيحفز عملية اسمها الانجيوجيناسيس. والانجيوجيناسيس دي وهي عملية انتاج او خلق اوعية دموية جديدة في الخلايا اللي حصل لها ضرر. فطبعا عن طريق الاوعية الجديدة اللي تم انتاجها دي في الفترة القسيرة دي. اه فترة بتقل جدا الاوعية دي بتقدر توصل الاكسجين والمغزيات والفيتامينز وكل حاجة هتقدر اه تعمل استشفاء والتريكافر الاصابة اللي حصلت. فبيحصل استشفاء بسرعة الضوء حرفيا. البتايد ده مش متاح كدوى صيدلي تقدر تشتريه من السوق السوداء فقط. او عن طريق التجار. وجرعاته بتبقى اه في حدود متين لتلتمية مايكرو جرام مرة في اليوم بيتاخد مرة او مرتين على حسب شدة الاصابة. ويفضل طبعا حقنه في اقرب مكان او اقرب عضلة اه لمكان الاصابة. طبعا تقدر تحقنه اه في الدهون او في العضل. وسايكل العلاج اللي هتمشي عليها بتستمر لمدة اسبوعين لاربع سبيع فقط. تاني ببتايد معانا وهو اللي البتايد ده متاخد من الابيثالمين وهو هرمون موجود في الجسم بيونتج من غدة البينيل. المركب ده لسه اه تجريبي. ومعظم التجارب او الاستخدامات اه بتاعته بتروح في ناحية علاج الشيخوخة وعكس العمر والكبر في السن. في تجاربة عملت على القرود لقوا ان البتايد ده حسن من حساسية الانسولين وعلى من كفاءة التنفس ووطة كمان من حرارة في الجسم. كمان حسن قدرة المعدة على الهضم وحسن قدرة الجسم بشكل عام على تخزين والتعامل مع البلوكوز والامينو اسد. والاهم طبعا انه قدر يقلل من الاضرار اللي بتحصل لاطراف الدي ان اي بتاعي او الصفات الوراثية. اللي هي بتكون متخزنة في الخلايا في النواة تحديدا. واللي هي عن طريقها بيحصل العملية الطبيعية للكبر في السن. كمان قدر يقلل من افراز هرمون الكورتيزول في الجسم والكورتيزول ده هرمون هدام بيهدم العضلات. وقدر يعلي من افراز هرمون الميلتونين وهو هرمون المسؤول عن النوم اللي بدخلك في موض النوم وبيخليك عايز تنام. وكمان قدر يخلي الخلايا اللي في جسمك تنقسم بشكل اكتر واكفأ. مش بس كده لا ده قدر يحسن من كفاءة الخلايا القديمة. وقدر يمنع حدوث الكاركينوجيناسس. طريقة تعمل البطايد ده بالتفصيل لسه مش معروفة بالكامل. ولكن التجارب اللي تعملت على البشر قدرت تحسن من مود ومزاج الناس دي ونومهم. وفي التجارب دي لقوا ان الناس اللي تعملت عليهم التجارب بقتهم اعلى بكتير. والتجاعيد اللي على وشهم بدأت تختفي كمان. وناس منهم كان عندهم اصابات من زمان جدا. الاصابات دي حصل لها استشفاء كمان قدرتهم البدنية وقوتهم عالية بشكل كبير. وحصل تحسن شديد وقوي جدا في التنفس وفي الرئة عندهم. لسه طبعا ما تمش الموافقة عليه للاستخدام الاعدامي ولا التصنيع الدوائي. والطريقة الوحيدة اللي ممكن تجيب الدواء ده بيها هو انك تجيبه مسوق السودا او تشتريه من تجار لمكملات والهيرمونات. طريقة الاستخدام بينصح انك تاخد البطايد ده بجرعات 30 مايكرو جرام لمدة 3 اسابيع لشهر. كاقصى مدة. ومتاح طبعا كحقا ممكن تتاخد سابكوتينيوس او انترا ماسكولر يعني تحت الجلد او في العضلات وكمان متاح على شكل حبوب ممكن تاخدها من الفم. اوكي يا شباب خلينا نخش في ثالث بيبطايد معانا وهو ال 1295. البيبطايد ده يعتبر انالوج للجروس هورمون او هيرمون النمو. يعني ايه? بمعانا لو ما بيخش الجسم بيحسن او بيحفز من افراز هرمون النمو في جسمك. بشكل فعال جدا. هتقول ليه طب اخد حاجة تحفز الجي اتش ليه? ما اخد جي اتش على طول. ما اخد جروس هرمون على طول يعني. هقولك الجي اتش او هيرمون النمو لما بناخده بيفضل موجود في جسمك لمدة ساعات بسيطة في حين ان الهاف لايف او عمر النصف اه للبتايد ده من 8 ايام ل 10 ايام. في المدة دي بيزود طبعا في جسمك من انتاج الجروس هرمون بشكل كبير جدا زائد انه بيزود من انتاج الجروس فاكتورز زي ال اي جي اف وان. البتايد ده بيستخدم في مجالنا اه للزيادة العضلية وكمان خسارة الدهون. البتايد ده ما بيبقاش عالي دايما في الدم. ولكن هو بيحصل له زي كده او على مدار اليوم. والسبايكس دي بتحصل اه بنسبة 8 مرات في اليوم. عاد الابحاث اللي اتعاملت عن البتايد ده لقوا انه بيبتايد سليكتف جدا. يعني ايه سليكتف? بمعنى انه ما بيتعملش مع اي حاجة تانية خارج نطاق اه الجروس هرمون والاي جي اف وان. مشاكله اه والسايد ايف اكس بتاعته شبه منعدمة. ولكن الحلو ما بيكملش. ليه مشكلة واحدة وهو ان البتايد ده بيعمل ضعف في حساسية الانسولين وكمان بيعلي من اه الجلوكوز في الدم عندك. او يعني بيعلي سكر الدم وبيعلي كمان افراز الانسولين فدي مشكلة. البتايد ده ظهر في سنة الفين وخمسة. وما تمش التصريح بانتاجه بشكل دوائي او صيضالي لسه. وما تمش برضو التصريح بالاستخدام الادمي. وعلشان تجيبه طبعا هتضطر تشتريه من السوق السودا زي ما قلت. برضو البتايد ده بيتاخد في شكل حقن تحت الجلد او اه في العضلات. وجرعات البتايد ده شباب بتكون اه من الف مايكرو جرام لالفين مايكرو جرام. مرة او مرتين في الاسبوع فقط. والسايكل بتاعته المفروض ما تزدش عن اربع شهور. ولكن اوقات ممكن توصل لست شهور. كمان ممنوع استخدامه من الحوامل او مرض السكر والضغط. واي امبولية غير مستخدمة لازم تتساب في التلاجة او هطموز. وعشان ما نطولش اه في الحلقة اكتر من كده هكتفي بالتلاتة دول الحلقة دي وان شاء الله في الجزء الجاي ناخد اه باقي ونسوف خصائصهم بالجرعات بتاعتهم برضو. زي كل مرة لو عجبك الفيديو ياريت اه تسيب لايك وتشتري في القناة وتسيب كومنت كمان تقولي فيه ايه اللي عجبك اه حابب اتكلم في ايه. اتفعل جرس الاشتراك. واتفعل جرس الاشعارات. اه لانه بيساعد في ان الموضوع. لانه بيساعد في ان الفيديو ده يوصل لناس اكتر. فمن هنا الفيديو الجاية ان شاء الله. السلام عليكم.